خمسة الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للإضخار بنقول الميل الحدي للاستهلاك والتغير في الاستهلاك على التغير في الدخل والميل الحدي للاستهلاك بنرمزه دائما بالرمز MBC يعني الكلام ده بيساوي الدلتا سي على الدلتا واي تغير في الاستهلاك على التغير في الدخل طيب أنا ممكن أجيب الميل الحدي للاستهلاك اللي هو MBC بطريقة أخرى غير طريقة الجداول والأرقام السابت إزاي يعني اللي أنا بحكيه من شوية ده الدلتا C على الدلتا Y لما يكون عندي جدول أو بيانات وأرقام زي المثال اللي نحلم عنه طب يفرض دلوقتي أنا مش معايا مثال أو مش معايا أرقام في جدول زي ما احنا شفنا ومعايا دلة زي دلة الاستهلاك بتقول إن C بتساوي الـ A زي دل B في الـ Y أجيب إزاي الميل لحد الاستهلاك الميل لحد الاستهلاك اللي هو الـ B أجيبه من تفاضل دلة الاستهلاك بالنسبة لمن؟ بالنسبة للدخل فلما فاضل هذه الدلة بالنسبة للدخل أحصل على الميل الحادي للاستهلاك بعد كده بقول الميل الحادي للإدخار بنفس المنطقة الميل الحادي للإدخار بنرمزه بالرمز MBS بيساوي دلتا S على دلتا Y يعني التغيير في الادخار على التغيير في الدخل وبنفس المنطق ممكن أجيب الميل الحادي للإدخار من دلة الإدخار كما يالي لو أنا عندي دلة الإدخار بتساوي الـ S بتساوي سالب E زائد F تحقوس 1 ناقص B درب Y فأنا بقول دلوقتي لو أنا حبيت أجيب الميل الحدي للإدخار أجيبه إزاي؟ أجيبه من تفاضل هذه الدالة تفاضل دالة الإدخار بالنسبة للدخل أحصل على الميل الحدي للإدخار اللي أنا عايز أقوله دلوقتي نستنتج فيه نتيجة مهمة جدا للغاية لابد أن نلاحظها وهنتأكد منها لما نستعرض بيانات الجدول بتاعنا إن شاء الله بنقول فيه إن الميل الحدي اللي بنقول إن الدلتا سي على الدلتا وي اللي هو الميل الحدي للإستهلاك زائد الدلتا إس على الدلتا وي اللي هو الميل الحدي للإدخار اللي هو بيساوي بي زائد وافتح قوس واحد ناقص بي هيساوي الواحد الصحيح يعني بمعنى آخر إننا لما جمع الميل الحدي للإستهلاك زائد الميل الحدي للإدخار لابد أن يساوي المجموع هذا لابد أن يساوي الواحد الصحيح ورياضياً لو حبيت أجيبها رياضياً أو جبرياً يبقى ال-B المال حد الاستهلاك بي ومال حد الادخار وحد نائس بي يبقى B هو معنا نائس بي يبقى نائس بي هيا الطير مع ال-B هيفضل لنا الواحد الصحيح يبقى المال حد الادخار زايد المال حد الاستهلاك لابد أن يتساوي مع الواحد الصحيح بقول دلوقتي على ضوء ما سبقه من خلال الجدول اللي احنا هنشوفه فإن دلة الاستهلاك تكتوب كما يaty إذا نقولي إن السي بتساوي بما أن السي تساوي A زائد B في Y فالA احنا معروفا أنه هي الاستهلاك الذاتي من الجدول بتاعنا هيتساوي 100 دي رقم معطي من المعطيات وهو ثابت طول فترة الجدول وطبعاً B اللي هو 100 لحد الاستهلاك هدء اللي هو 75% وفقاً لحسابات الجدول يبقى C بتساوي 100 زائد 75% أما دلة الاضخار فهتكتب على النحو التالي S بيساوي A زائد 1 ناقص B في Y فلما جاء أعوض أشيلي A وحط بدلها سالب 100 لأن سالب A سالب A اللي هي الميل الاستهلاكي أو الميل الزاتي أو المستقل 100 يبقى A بتساوي سالب 100 زائد 1 ناقص B اللي هو الميل حد الاستهلاك في Y يعني هي ساوي سالب 100 زائد 25 من 100 Y ممكن نلاحظ الآن إجابة المطلوبات بتاعة المثال السابق على النحو التالي عشان يبقى الكلام كله مرتبط ببعضه إحنا بس حبينا نستعرض فيما سابق يعني إزاي نحسب المموع الاستهلاك إزاي نحسب الميل المتوسط الاستهلاك إزاي نحسب الميل متوسط للدخار وميل حد الاستهلاك والميل حد الاستهلاك والميل حد للدخار فدلوقتي هنطبق الكلام اللي احنا اتكلمناه وهنشوفه بوضوح على الجدو إذا كانت هذه هي المعطيات العمود الأول اللي هو الدخل والمعطيات اللي بعد كده الاستهلاك الزاتي اللي هو العمود الأخضر هذا وبعد كده الاستهلاك التابع اللي هو البي واي اللي هو العمود الأخضر الثالث دلوقتي لو احنا ما حبينا دي المعطيات اللي عندنا وبعدين قال لك احسب مجموع الاستهلاك فناها مجموع الاستهلاك هيجي ازاي لمجمع المية زي فرkunى 100 طيب الـ 250 بالنديجة ازاي 250 بتيجي بالاستهلاك الزทي زائد التابع يبقى 100 زي 150 طيب الـ 400 300 زي 100 طيب الـ 550 450 زي 100 700 600 زي 100 وهكذا إلى نهاية الجدو ده مجموع الاستهلاك اللي هو السي طيب مجموع الاستهلاك فييجي ازاي تقول اللي لِالضخار بيساوي الدخل نقص الاستهلاك نقص مجموع الاستهلاك يعني ايه يعني تقول الدخل صفر ناقص مية يسوي سالب مية طيب الدخل ميتين ناقص مجموع الاستهلاك ميتين وخمسين يبقى سالب خمسين يبقى ميتين ناقص ميتين وخمسين يبقى سالب خمسين طيب الدخل اربعمية ناقص مجموع الاستهلاك اربعمية يبقى صفر طيب الدخل ستمية ناقص مجموع الاستهلاك خمسمية وخمسين يبقى خمسين طيب الداخل مثلا ألف ومجموع الاستهلاك 850 يبقى مجموع للدخار كام 150 وهكذا لنهاية الجدو طيب الميل المتوسط للاستهلاك طبقا للكلام والشرح اللي احنا شرحناه من قبل قلنا اين الميل المتوسط للاستهلاك بيساوي ايه قلتل بيساوي الاستهلاك الـ ABC بيساوي السي على الداخل طيب السي بيساوي ايه هنشوف السي بيساوي ايه يبيساوي 100 على صفر طب 100 على صفر بيعني ايه بانقدار غير معلوم بيقولوا عليه أحيانا ما لنهاية لكن انا بقول عليه مقدار غير معلوم يبقى اما اجأ اقسم اي رقم اي رقم على الصفر يعطيني مقدار غير معلوم طيب بعد كده بنقول الصف الثاني لما اجأ اقول مجموع الاستهلاك 250 على 200 يديني 1.2500 طيب 400 على 400 يساوي الواحد الصحية طيب الـ 92% دي جات ازاي تقول لي 550 على 600 يبقى انا بقسم العمود بتاع الاستهلاك على العمود بتاع الدخل عمود الاستهلاك عمود الاستهلاك اهوت على عمود الدخل اهوت كلام سهل وبسيط طيب مثلا مثلا الـ 82% الاخيرة دي جات منين تقول لي مجموع الاستهلاك 1150 على 11400 يبقى 1150 تقسيم 1400 بالقال الحزب على طول هتديك 82% طيب نيجي للعمود اللي بعد كده اللي هو الميل المتوسط للإدخار بنفس المنطقة ازا كان الميل المتوسط الاستهلاك بيساوي الاستهلاك على الدخل يبقى الميل المتوسط للإدخار برضو بيساوي الإدخار على الدخل طبعا الشرط الاولاني جات منين تقول لي مجموع الدخل كام سالب 100 على صفر زي ما انا حكيت من شوي اي مقدار على الصف بيساوي مقدار غير معلومي او شرطه طيب الصف الثاني جات منين سالب 25% ديت تقول لي مجموع الدخل كام تقول لي سالب 50 سالب 50 على المتين يساوي كام يساوي سالب ربع او سالب 25% طيب الصفر دي جهت Nest neighborhoods تقول لي اللي الدخار كام أصلاً صفر صفر على أي مقدار صفر على أربعمية بصفر يبقى فيه فرق ما بين أي مقدار على الصفر تليل شرطة الفوق أي مقدار على صفر بمقدار غير معلوم أو تكتب شرط لكن صفر على أي مقدار صفر على أي مقدار صفر على أي مقدار بصفر طيب بعد كده الثلاثة من مية دي جهت 같습니다 تقول لي والله هاي جهت أني أنا بأس من الدخار برضو على الدخل يبقى خمسين على ستمية هدي لي تمانية في المية طيب 18% الأخيرة دي من العمود جات منين تقول لي هقسم برضو للدخار اللي هو كام 250 على العمود على الدخل المتاح اللي هو 1400 هحصل على 18% يبقى كلام سهل وبسيط خلص يبقى الميل المتوسط للدخار العمود ده بيجي ازاي بيجي لما مقسم للدخار عمود للدخار على عمود مين على عمود الدخل حاجة بسيطة خلص يبقى الميل تاني هعيد بسرعة تاني الميل المتوسط للإستهلاك بيجي ازاي بيجي لما أقسم الاستهلاك عمود الاستهلاك بيجي لما بقسم عمود الاستهلاك على عمود الدخل أما الميل المتوسط للإدخار بيجي إزاي بيجي لما أقسم عمود الإدخار عمود الإدخار هذا على عمود الدخل كلام سهل وكلام بسيط خالص طيب الميل الحدي للإستهلاك هذا الميل الحدي للإستهلاك إحنا قلنا الميل الحدي للإستهلاك بيسوي التغير في الاستهلاك التغير في عمود الاستهلاك على التغير في عمود الدخل يبقى أنا هشوف دلوقتي التغير طالما هبدأ بالتغير يبقى أول صفة عندي بيبقى شرطة طالما فيه تغير لسه ما بدأناش فلا ما نيجي من الصف الثاني نقول التغير من الصف الثاني للصف الأول فالصف الأول بيبقى هنا إيه شرطة أو غير معلوم لسه طيب أنا عايز دلوقتي عايز أعرف الـ 75% دي ونلاحظ دلوقتي إن الـ 75% سابتة في جميع الصفوف ليه لإن دالت الاستهلاك بتاعتنا دالت سابتة المية ولكن أنا عايز أتأكد دلوقتي ليه هي 75% ليه سابتة 75% من خلال أرقام المتاحة لديه هنبص قويس عشان نعرف نحسب الـ 75% الـ 75% دي بتيجي من التغير في الاستهلاك هو 250 ناقص 100 يسوي 150 150 تقصيم 200 ناقص صفر يبقى 200 يبقى 150 على 200 بكام 75% طيب نبص للـ 75% التانية دي جات إزاي هتقول لي والله ببساطة شديدة التغير في الاستهلاك على التغير في الدخ يبقى 200 بتاع 400 ناقص 250 400 ناقص 250 كام تقول لي 150 تقصيم تقصيم كام 400 ناقص 200 يعني 200 يبقى عني برضو 150 على 200 يعني 75% طيب تعالي الـ 75% اللي هنا تحت دي قال هنا هكذا الـ 75% دي دي جات إزاي تقول لي التغير في الاستهلاك فين التغير في الاستهلاك تقول لي 850 850 ناقص 700 850 ناقص 700 يبقى 150 تقصيم 1000 ناقص 800 يبقى 200 يبقى 150 على 200 برضو 75 وهكذا جميع البعنة طيب الرقم الأخير ده عشان نكرر عشان الجميع ياخد باله 75% دي جات إزاي تقول لي 1150 ناقص 1000 يعني 150 تقصيم 1400 ناقص 1200 يعني 200 يعني الخلاصة 150 على 200 تطلع لـ 75 في المية يبقى العمود ده سهل وبسيط ما فيش فيه أي حال طيب عايزين نعرف المية لحد للإدخار اللي هو الـ MBS الـ MBS برضو التغير في الإدخار على التغير في الدخل تعالي نشوف التغير في الإدخار لو قلنا دلوقت الموجب 25% دي 25 من مية جات إزاي تقول لي والله إن جات من خلال بنقول التغير في الإدخار يعني سالب 50 سالب 50 ناقص ناقص 100 ركز معي في الكلام دي حتة دي سالب 50 ناقص ناقص 100 لما قلت سالب 50 سالب 50 يعني ناقص 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 100 يعني زائد 100 سالب 50 زائد 100 يبقى كام يبقى موجب 50 طيب موجب 50 على 200 ناقص صفر يعني على 200 يبقى بكام يبقى بـ 25% بالظبط طيب 25% تاني دي جات إزاي تقول لي والله جد من 0 ناقص ناقص 50 يعني 0 زائد 50 على 400 ناقص 200 يعني على 200 يبقى 50 على 200 يعني 25% طيب 25% الثلتة دي جت منين تقول لي برضه ببساطة شديدة 50 ناقص صفر يبقى 50 تقسيم 600 ناقص 400 يعني 200 يبقى 50 على 200 يعني 25% طيب مثلا الأخيرة خالص دي 25% دي جت إزاي جاءت برضو ببساطة من 250 ناقص 200 تغير في الدخار على تغير في الدخل يبقى 250 ناقص 200 يبقى 50 على تقسيم يعني 1400 ناقص 1200 يعني 200 يبقى 50 على 225 في المية